عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وصندوق التنمية التجارية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مشروع باب رزق والذي يهدف إلى تحويل المستهلكين إلى منتجين بهدف توفير حياة كريمة للأسر المستحقة المزيد من التفاصيل تطلعنا عليهم مراسلة التلفزيون المصري الزميلة جرمين إبراهيم بعد التحية نتابع معكم تفاصيل الاحتفالية الخاصة بمشروع باب رزق هذا المشروع الذي تم إطلاقه تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة بين صندوق تنمية التجارة ومؤسسة مصر الخير وذلك بهدف تحويل الفئات المستحقة لرعاية من مستهلكين إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجتهم الأساسية إذا حدثنا عن تفاصيل هذا المشروع فهو قد استهدف أكثر من 15 مستفيدة بشكل مباشر وأيضا ما يقارب من 60 مستفيد ومستفيدة بشكل غير مباشر وذلك عن طريق تقديم تدريب إداري خاص بالتسعير والتصويق وحل المشكلات المختلفة إلى جانب التدريب الأساسي وهو التدريب الفني لإنتاج المفروشات بمختلف أشكالها وأنواعها بجودة علي قادرة على المنافسة في السوق المحلي هذا المشروع بيأتي في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير دخل ثابت لهم إلى جانب أيضا دعم السيدات بمشروعات إنتاجية بالتعاون بين مؤسسات التباعة للدولة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التنموية وذلك تنفيذا للتوجهات الرئاسية وفي إطار أيضا دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجا لتخفيف العبء وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين أعود إليكم مرة أخرى في الستوديو